استعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي عملية التطوير الجارية بمنطقة الرويسات في شرم الشيخ ووجه بموصلة العمل على تطوير المنطقة بشكل متكامل وشامل لمختلف الخدمات بما يصب في صالح السكان وصرح متحدث الرئاسة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشاره لتخطيط العمراني واللواء أركان حار بإيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من المسؤولين اجتماع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشاري رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أركان حار بإيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء أركان حار بإيهاب عبدالله مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري بالهيئة الهندسية واللواء أيمن سليمان مساعد رئيس الهيئة الهندسية للتسليح والعميد عبدالعزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق والدكتور طارق الخضيري مدير عام مصنع إبداع للرخام والمهندس أحمد فايز رئيس مجلس إدارة المكتب الهندسي للتخطيط والعمارة صراحة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بين الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية وقد اطلع سيد رئيس في هذا الإطار على سير العمل في بعض المشروعات الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة خاصة ساحة الشعب والبرلمان وساحة المعارض فضلا عن التصميمات الهندسية الداخلية والأعمال الفنية المتنوعة لمسجد مصر التابع لمركز مصر الثقافي الإسلامي وما يضمه من قاعات مناسبات ودار القرآن الكريم كما تناول الاجتماع سير العمل بعدد من المشروعات الإنشائية القومية خاصة مشروعات الطرق والمحاور بما في ذلك تطوير الطريق الدولي الساحلي من مرسى مطروح إلى السلوم وتطوير طريق الطور سانت كاترين فضلا عن تطوير تقاطع طريق السويس مع محور شنزو أبي كما تم استعراض عملية تطوير الجارية بمنطقة الرويسات في شرم الشيخ حيث وجه السيد الرئيس بمواصلة العمل على تطوير المنطقة بشكل متكامل وشامل لمختلف الخدمات بما يصب في صالح السكان أضف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس اطلع أيضا على الموقف التنفيذي الحالي بشأن جهود ترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت خاصة ضريح سيدنا الحسين حيث أكد الرئيس على أن تشمل عملية تطوير الخدمات والمرافق المحيطة بمواقع الأضرحة بما في ذلك الطرق والميادين والمداخل المؤدية لها موسيقى